جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب التي أتت ترسيخاً للوعي الثقافي ودعماً للمثقفين والفنانين والأدباء وها هي تعلن الفائزين في دورتها العاشرة أقرت لجنة التحكيم في مجال دراسات الإعلام والاتصال بأن الفائزة بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب عن فرع الثقافة هو الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس بن جمع الكندي من سلطنة أمام بينما أقرت لجنة التحكيم مجال الإخراج السينمائي حجب الجائزة في هذا المجال لضحالة المتقدمين كماً وكيفاً مع التقدير التام لكل ما قدم من أعمال كماً وكيفاً في ذات الوقت لأن تطلع أن يكون المستوى أعلى مما تقدم به كما أقرت لجنة التحكيم مجال الرواية بأن الفائز بجائزة السلطان قابوس الثقافة والفنون والأداب في فرع الأداب هو الروائي الجزائري واسيني أحمد لعرج الجائزة تقام بشكل سنوي يحتفى من خلالها بالمنجز الفكري على المستويين المحلي والإقليمي حيث تأتي محلية في عام يقتصر التنافس فيها للعمانيين وتقديرية في العام الذي يليه يتنافس فيها العمانيون مع إخوانهم من كل الدول العربية أعمال الدورة الحالية وضعت مجموعة من الاشتراطات للترشح هذه الاشتراطات عادة ما تكون اشتراطات واسعة النطاق إلى حد ما كي نتيح لأكبر عدد من المتقدمين الاشتراك في المسابقة أو في الجائزة لكن هناك أيضا اشتراطات أخرى أو قياسات أخرى تتخذها لجان التحكيم إذا كانت هذه الأعمال لا ترقى ولا ترتقي باسم الجائزة وباسم عنوانها وباسم هذه المكانة فهناك الحقية أو هناك قرارية سيادة بالنسبة للمحكمين وبالنسبة لأعضاء اللي كان أن يحكبوا هذه الجائزة وبلغ عدد المتقدمين في الدورة العاشرة لهذا العام 171 مترشحا تمت عملية اختيار أعمالهم على يد كوكبة من الأكاديميين والأدباء والنقاد والفنانين وتتم المشاركة عن طريق تقديم الترشح إلكترونيا من خلال موقع الجائزة على الإنترنت الجائزة أتت تقديرا من المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه للمثقفين والفنانين والأدباء العمانيين والعرب على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان الإنساني إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط